مرحبا معكم Creative Aid باختصار من الصعب جدا فقدان الوزن الذي اكتسبته ولكن مع هذه الطريقة سوف تستطيع التفكير بوضوح وتزيد من تركيزك وتساعد أيضا على فقدان وزن الجسم والدهون وانخفاض مستويات الانسولين في الدم ومستويات السكر وعكس مرض السكر من النوع الثاني وزيادة طاقتك والتحسين من حقي الدهون وزيادة هرمون النمو وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم والوقاية من مرض الزهايمر وتفعيل التطخير الخلوي وتقليل الالتهابات تتضمن الطريقة 8-16 الصيام كل يوم لمدة 14 إلى 16 ساعة وتقييد نافذة تناول الطعام اليومية من 8 إلى 10 ساعات داخل نافذة تناول الطعام يمكنك تناول وجبتين أو ثلاثة وجبات أو أكثر الصيام يكون في الواقع بسيط مثل عدم تناول أي شيء بعد العشاء وتخطي وجبة الإفطار على سبيل المثال إذا أنهيت وجبتك الأخيرة في الساعة الثامنة مساءً لا تأكل حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا في اليوم التالي فأنت صائم في الحقيقة لمدة 16 ساعة بين الوجبات يمكنك شرب الماء والقهوة والمشروبات الأخرى التي لا تحتوي على السعرات الحرارية أثناء الصيام وهذا يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الجوع من المهم جداً تناول الأطعمة الصحية في الغالب خلال نافذة تناول الطعام هذا النظام لن ينجح إذا كنت تأكل كثير من الوجبات السريعة أو كميات كبيرة من السعرات الحرارية لاستعاد التوازن أو فقدان الوزن نحتاج ببساطة إلى زيادة مقدار الوقت الذي نحرق فيه طاقة الطعام وهو الصيام في الحقيقة يسمح الصيام للجسم باستخدام طاقته المخزنة نشكر متابعتكم لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق